طيب، في الحقيقة الواحد بيبقى سعيد جدا جدا وهنا هتكلم بخصوص قناة النادي الأهلي ودايما الواحد بيشعر بالفخر الكبير إنه هو بينتمي للنادي الأهلي في الأول لمؤسسة النادي الأهلي وقي인이 النادي الأهلي وأيضا الواحد سعيد إنه هو يعني جزء من قناة النادي الأهلي فالجائزة اللي حالاتكم شايفانها على الشاشة دي نتاج مجهود كبير جدا لكل العاملين في قناة الأهلي دي كانت جايزة مهرجان نجم العرب وقناة النادي الأهلي فازت بأفضل قناة رياضية عربية وده إنجاز كبير جدا في مدة زمنية قصيرة انت قدرت ان انت تكسب جايزتين ان شاء الله نتمنى الجايزة التالتة يكون في السكة على غرار الفريق الأول لقرة القدم في النادي الأهلي اللي فاز بالثلاثية هذا الموسم عشان نبقى ماشيين مع بعض على خط واحد بإذن الله دي لقطات من الحفل اللي كان بالأمس واللي شاهد تطويج النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي تحديدا بهذه الجايزة الغالية الجايزة الأولى كانت من شهر قبل دلوقتي تحديدا ده طبعا أستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي شركة لايف وهو بيتسلم الجايزة الأستاذ طبعا إهاب الخطيب المدير العام لقناة النادي الأهلي ويعني أمور مهمة جدا كمان الأستاذ باسم عزمي ومدير التقني لقناة النادي الأهلي الجايزة الأولى كانت من قبل شهر من دلوقتي كانت مهرجان الفضائيات العربية دي كانت الجايزة أيضا فازت فيها قناة النادي الأهلي بأفضل قناة رياضية عربية إن شاء الله نتمنى دايما جوائز كتير لقناة النادي الأهلي وكل الشكر لكل القائمين ومسؤلين عن قناة النادي الأهلي دي تمنى الأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات الأستاذ محمود عدلي مدير التنفيذي لشركة لايف الأستاذ إهاب الخطيب المدير العام لقناة النادي الأهلي والأستاذ باسم عزمي المدير التقني لقناة النادي الأهلي لأن أنت ما بتوصلش لمرحلة وتقف عندها لا دي سمة كمان أساسية في النادي الأهلي أنت دايما محتاج تتطور دايما محتاج أن أنت تزود رصيدك من الجوائز محتاج دايما أنك ترضي جمهور النادي الأهلي رقم واحد وأيضا جمهور رياضة مصرية بشكل عامل أن قناة النادي الأهلي مش قناة متعصبة قناة النادي الأهلي هي قناة داعمة للنادي الأهلي ونفضل داعمين دائما وأبدا لنادي الأهلي ونتمنى كل التوفيق وألف من اليوم مبروك لقناة النادي الأهلي وكل العاملين فيها ولكل جمهور قناة النادي الأهلي في كل مكان وهي دي الجائزة زي محضراتكم شفتوها وإن شاء الله جوائز أخرى عديدة في المستقبل خلينا نرى التقارير الخاص بهذا الحفل وبعد فاصل وبعد فاصل نرجع بقى نتكلم عن مباراة اليوم الهم أمام فريق مصر مقص الأهلي بالنسبالي دمي وحياتي وأنا أهلاوي صامين يعني مبروك للأهل في بيت بابا وإحنا صغيرين جدا أطفال كان يعني أكتر حاجة بتخلي البيت سعيد أكتر من العيد أكتر من أي حاجة بتحصل في السنة لما الأهلي بيكسب بابا ممكن يعادنا شهر قدام في سعادة مش طبعية يا رب الكرة في مصر تتطور أكتر 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 لحد ما نوصل للحاجات الغريبة اللي بنشوفها بره دي إن شاء الله الأهلي النهاردة ألف مبروك لقناة الأهلي برضو أفضل قناة في 2020 وإحنا كنا مع بعض برضو في مهرجان القناة الفضائية إن شاء الله أنا مع بعض في ديرجست إن شاء الله خير يعني وألف مبروك للأهلي وقناة الأهلي اشتركوا في القناة الفضائية الأهلي حبيبي طبعا أحمد أهلاوي وقلتي بأهلاوي أوتو يا عم أنا أصب ما ما فهمش في حاجة ربنا يا ربي فرحنا دايما ودايما النادي الأهلي فوق الجميع أنا مبسوط إنه هو قفشة كان قفشة هو اللي جايب الجن فهو قفش صحبي وشكابلع صحبي جدا وحبيبي بس أنا قصدي بنحب أصدر اللي هي الروح الحلوة دي إنه مش شايف لسا كاتب بوس النهاردة على تويتر إنه أنا مش شاف جماعة تعصب ده يعني بيميزنا في حاجة ربنا ادينا رحمة وعقول يعني أهلاوي انتماءا بس مش متعصب أنا ما عنديش أنا أصلا ضد التعصب ما فيش حاجة اسمها يعني تعصب في رياضة دي مش قادر أفهمها بصراحة فأنا متأكد إنه الجمهور الواعي مش هيبقى متداق مني في الآخر لأنه الجمهور بيحب يعني عندهم عمر دياب مثل زمركاوي هايل محمد مونير مثل زمركاوي هايل فليه الجمهور الأهلاية ومزايلش من الفنانين دول ترجمة نانسي قنقر